السلام عليكم اخباركم ايه النورين دايما معايا هنا في اليوتيوب طبعا يعني الحديث يطول على موضوع كورة في مصر ومشاكل لكن قبل ما نبدأ في الحديث ده اتمنى منكم جميعا يعني اكتشرفوني طبعا فضل الأمرا في الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي نتواصل مع بعض مشاكل الكورة كتير واحجازها رغم انه ما فيش كورة لكن احداث الكورة كتير موضوعاتها كتير افكارها كتير قصصها طويلة جدا ومن اول بقى عودة النشاط هيرجع ولا مش هيرجع هنعمل ايه وهنودي ايه موضوع بقى تورك الشيخ والاهلي قصص ومويل هتتحكى ويتحكى بها ناس كتير في سنين جاية على اللي حصل واللي عمله الوزير تورك الشيخ مع كابتل محمود الخطيب والهالة الضخمة اللي كانت معمولة حوالي الندل اهلي كيف انهارت ببسطات على الفيسبوك دي بقى التاريخ هيقول بقصة تانية يعني لكن احنا مش هكوا عن الموضوع ده النهاردة احنا هنتكلم عن اقتراح او في احد الموضوعات اللي هنتكلم فيها النهاردة عن اقتراح الكابتل احمد شوبير فيما يخص انه الدوري يكمل بل سبعتاشر او تونتاشر ماتش اللي جاي وانه ما يتلعبش بموسم الجديد ودي افكار كانت موجودة مثلا في خضم كده شهر اربعة في اوله اتحد الكرة يفكر فيها وكلمها لكن ما اعلنهاش لانه يعني وقدت من اللحظة الاولى في الاجتماعات الناس قالوا هذا امر غير عقلاني وغير طبيعي وافكار مش صحيحة وان هي يعني ايه نلعب سبعتاشر ماتش قالك اصله انه ربما يتلعب عشان افريقيا وعشان مصر في كس العالم وانتصفات كس العالم والحاجات والاهلي وزيك في افريقيا والحاجات دي طيب هو اصلا طب ايه لا يحصل لو الموسم اكتمل والبطولة مين اللي هيلعب في افريقيا يقولك طب الموسم ما فات اللي هيلعب علىها طب والموسم اللي فات اللي هيلعب ولا تكمل الموسم ده قصة وموال طويل او مصاريف ضخمة جدا مين اللي هيتحمل مصاريف اللاعبين وهيعتبر موسم ايه وفوزة بتاع ايه فوزة اللي فات ولا موسم اللي جاي ولا كلام وقدم من اللحظة الاول لكن هو كابتن شوبيير عاوز يطلعه في اللحظة دي لاشارات مات في اه تفكيره يعني لي اصارة الجدل ممكن اذا ربما احتمال كل ده موجود على الترابيزة ممكن تقولوه بكل سهولة وكل يصل في هذا الامر ولكن الحقيقة ان اقتراح مرفوض قبل ان يقال اصلا يعني في الدوائر كده في اللجنة الخماسية كانوا بيعوضوا الاول قبل ما يحصل كورونا في الجبلية كانوا بيعوضوا يعني مع بعض زي ما فاتروا مثلا مع وزير الشاب ورياضة في اتحاد الكرة كانوا بيعوضوا فالاعداد دي وعدة هذا الكلام من اللحظة الاولى في الثانية الاولى انتهى اقتراح يعني يعني اللي قاله انا مش عارف مين اللي قاله في الاغلب الاعام في الاغلب الاعام يمكن ان يكون الكابتن جمال انتهى في القعدة يعني ملحقوش يعني مطوروش في الكلام يعني فانه يصارل في اللحظة دي بمرة اخرى فده امر غريب يعني مش مفهوم لانه تداعياته كتير قوي ومشاكله اكتر من الغاء الدوش كل ده ليه كل ده عشان اذا ربما الاهلي عاوز انه يتكتب فيه تاريخه انه فاز مش عاف 16 مطش متتالي ولا 17 مطش هي دي القصة يعني كل ده ومصر تتشقلب من فوقها لتحتيها وكل الكون يتغير والكرة تتغير عشان الاهلي فاز 16 مطش متتالي فعاوزين نكمل الدوري يعني لازم يبقى في بعض العقل وان يعني بلاش الانحيازات الفضيعة تظهر يعني لكن مفيش مشكلة او ده اللي حصل ومرفوض يعني محدش مطشد ولازم تحتيازة في اتحاد الكورة اتحاد الكورة خلاص كابتن هاني ابو ريدا او المهندس هاني ابو ريدا سيكون ان شاء الله يعني رئيس الاتحاد الكورة المصري في واحد نوفمبر نعم اتحاد الكورة هيقر ان الانتخابات في واحد نوفمبر خلال يومين الكهداد الجايين هيعلن هذا الامر رسمي وان الجميع العومية تفتح في اغسطس منتصف اغسطس وفي اول نوفمبر يبدأ تكون الانتخابات وانا بقول لكم من دلوقتي الكابتن هاني ابو ريدا يقينا يعني هو ان شاء الله رئيس الاتحاد الكورة القادم واتصور انه المرة دي في امور كتير هتتغير وانه مش هيدخل بقيمة زي ما دخل مرة دخل منفردا بحسن عن حلول قصص طويل اوهي بنحكيها في وقتها يعني كنت قلتلكو من يومين عن موضوع فيلر وتجديد عقد فيلر وفكرة ان فيلر موافق على كل الامور لكن متبقي انه يسافر يلتقي زوجته عشان يقول لها ان انا هجدد العقد واني هيحصل ايه وهنعمل ايه اعظوا لكم حاجة بس وبنسبة هذا الامر نتكلم فيه وردو انه في اوروبا والدون المتقدمة امامي هو يتعاقدوا مع مدير فني وخصوصا مدير فني مش من اهل البلد بيعودوا مع زوجته في اللقاء رئيس النادي مثلا مدير الرياضي بيلتقي الرئيس المرشح او اللي هو المدير الفني المرشح للنادي ويعود معاه على عشا مثلا في اوروبا على فكرة ويلتقي بالزوجته اذا ربما ابنائه كمان عشان مهم جدا البيت هناك في اوروبا لانه له اثر على الرجل في انه يبقى متضايق مخنوق لو زوجته مش عجبها المكان وولاده مش على التحين كل هذا ضغوط عصبية على المدير الفني فبالتالي البحث عن اراحة المدير الفني امر طبيعي جدا ولان الفايلر غربي وشاب عند واحد واربعين سنة او اثنين واربعين سنة فطبيعي جدا يرجع لزوجته اللي بقاله كمان فترة طويلة لم يلتقي بها ومشافهاش عشان موضوع كورونا بقاله تتشره وحدش عارف هيروح امتى فان هو اوقف كل شيء في التجديد الا بعد ما زوجته توافق توافق اه اه انا قلت الجملة صح مش كده اه توافق الاهلي وادارته مرهونين في حتى هذه اللحظة ممكن بقى يحصل التواصل بالتليفون ويوافق وتوافق كنت اشك انه كانش طلبه كانت وافقت على طويلة معنى انه كتفايلر مش عاوز يوقع العقد عشان يلتقي بزوجته معين زوجته رفض التوقيع وهو عاوز يسافر عشان يقنعها برضو اللقاء النظر كده غير التليفونات او حتى لو بالفيديو فنحن نعلم دلوقتي من او نقدر نحلل الوضع بان زوجة فايلر لا ترغب في استمرار فايلر في القاهرة مش في النادي الاهلي ويمكن في العرب عاوز تجيء اوروبا عاوزين يقعدوا في اوروبا عاوزين يقعدوا في اوروبا عاوزين قبلها صغيرين ولا حاجة وعاوزين جنبها ففايلر يقدر يقنعها ولا لا وانت تتخيّل انت مش عارفة ياسيدي انا بقول الاتي فايلر عاوز يقعد ومتفي مع ضرورة النادي الاهلي وانادي الاهلي عاوزي قاعده الموضوع خلصانه اي بقى لان احيان اهلي بيقول غير كده او فايلر غير كده لا يريد أن يقنعها ويستمر من المنزم وهي لا يريد أن يقنعها هل هي لقنعها أو سيسافر وما يرجعش؟ هذا سيبان وهذا سيبان فعلا أول ما الطائرات تفتح سنرى طبعا بنسبة كبيرة جدا وعافش التأخير في إلغاء الدول سيتلغي الدول وقالت لكم الحكاية كثيرة لا يريد أن تصل إلى أكثر من المنزم لا أريد أن أقول لكم 100% لأنني أعني الكمال لله أكثر من 95% لا يوجد دوري لكن هناك دوري لا يوجد دوري أديم لكن هناك دوري جديد في نفس المعادل الذي يريد أن يبدأ به المجموع الذي يريد أن تلعب الدوري الأديم ما بين 15-8-9 إن شاء الله تعالى بإذنه ونرجع إلى الكرة الثانية وحاة الكرة الزمالك طبعا لكم تابعتوا فكرة الكلام لتداول أمره فيما يخص أنه ساسي عاوز 50 مليون جنيه من الزمالك طبعا الرقم كبير حالة سيوافع عليه انطلبوا أصلا وعني سامر نصور أكد أنه لم يحدد شراجل ما طلبه ولم يقعده وده ما أكده أيضا أنه لم يطلق في حواراته مع إدارة الزمالك قال لك أننا لا يوجد شيء ونحن تكلمنا في شيء عشان نطلب شيء والزمالك قال لهم ما ترجع ونبقى وجه لوجه سوف نرى ما تريد طلبتك أنت لساعدك معنا مستمر ونحب أن نجدد وهو رد قال له وأنا أحب أن أجدد في الزمالك وبالتاني الأمور بسيطة لكن أنا أقول لكم فكرة الخمسين مليون جاءت منين لا أعرف أوهام ربما إذا احتمال لكن ساسي حتى هذه اللحظة لم يطلب أمرا ثم أن وكين لعبين ساسي أو حتى ساسي علاقته بمجموعة الصحفيين مصريين ليس قوية وعنده أصحاب وعنده 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 لا خالص غير عكس حمد النجاز كان عنده أصحاب من الصحفيين ومصادر ويقول لهم حاجات وتقال ولو أنت تفتكروا لازم ما حصلت فما فيش الموضوع الخمسين مليون ده أمر بينه الصحة صفر المهم هذا بالنسبة للساسي في نفس الوقت شقبين شرقي ونجم العديد في المغرب حاليا أبلغوا إدارة الزمالك أنهم عاوزين يستمروا في الزمالك ويكملوا مشوارهم مع الزمالك وكل كلام على الاحتراف ده لم يحدث شيء على أرض الواقع وعلى الأساس ده نحن نكملين في الزمالك وعاوزين نكمل المشوار ومش بس كده نحن مع أول طائرة بعد فتح المجال الجوي في المغرب والسماح بالطيران سنكون في القاهرة يعني مع أول فتح المجال الجوي في المغرب واقترب هذا الأمر يعني في المغرب سنكون في القاهرة موضوع بسيط الزمالك دلوقتي يقول لهم تعالوا ممكن بردو يتكلم معهم ويقول لهم تعالوا في لحظة دي لحظة ما هو كمان يتأكد ان ما فيش دوري ويبدأ يستعد الافرقي لان احنا كلنا شايفين ان افرقيا موجودة وده مبر واستمرار وان المطشرة تلعب وده بردو مش عاوز أقول يعني أبالغ عن نفسي انا قلت لكم الكلام ده بردو وقلت لكم الموعيد لك ما فيش مشكلة نشوفكم على خير ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفقيل جرس التنبيهات فضلا لا امرا ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي